بسم الله الرحمن الرحيم ليوم شاء الله راح نبدأ لكم اول حصة اللي هي حصة المراجعة مراجعة مكثبات القبلية معناه راح نرجع بعض الدروس لقريتوها في السنوات الماضية طبعا راح نتسحقوها في سنة الرابعة ان شاء الله اذا طبعا من دين هذه الدروس عندنا الرموز الكيميائية وبعض المصطلحات المهمة الرموز الكيميائية طبعا راح نشوفو رموز كيميائية لبعض الدرات وبعض الجزيئات طبعا الرموز الكيميائية راح نتسحقوها بزف سنة رابعة اول رمز كيميائي هو الكاربون طبعا الكاربون نرموز له بالرمز C البوتاسيوم راح نرمزه له بالرمز ك اذن وليس ب البرمز كاربون السوديوم رحينا نرمزله بالرمز N-A N طبعا مكتوب بالماجسكول والA مينسكول يعني الحرف الأول ماجسكول والحرف الثاني مينسكول لماذا؟ لأنه هناك عنصر آخر اللي هو نيتروجين يبدأ بالحرف N إذن الكالسيوم كذلك CA الحرف الأول يبدأ بالماجسكول والحرف الثاني هو مينسكول الأليمنيوم الأليمنيوم AL إذن كذلك ماجسكول ثم مينسكول النوحاس CU كذلك C كبيرة ثم U مينسكول الزينك كذلك ZN Z و petite N الحديد FE ف كبيرة يعني ماجسكول و E مينسكول الفضاء الفضاء AG إذن الحرف الأول ماجسكول الحرف الثاني مينسكول القصدير كذلك S N إذن ماجسكول مينسكول وكذلك لدينا العنصر اللي هو الهيدروجين أو ذرة الهيدروجين الهيدروجين نرمز لها بالرمز H ذرة الأكسجين نرمز لها بالرمز O النتروجين أو الأزوت نرمز لها بالرمز N الكلور C L إذن C ماجسكول و L مينسكول الفضاء F البرام BR يعني B ماجسكول و R مينسكول اليود نرمز لها بالرمز E الكبريت نرمز له بالرمز S للصفخ الفوسفور نرمز له بالرمز P والهيليوم كذلك نرمز له بالرمز H E إذن هذه بالنسبة للذرات الآن نرح نشوف بعض الجزيئات طبعا وشنه الفرق بين الذرة والجزيئة نعلم أن المادة تتكون من عدة جزيئات وكل جزيئة تتكون من عدة ذرات يعني أن الجزيئ هو أصغر جزء في المادة طبعا مثلا لو أخذنا هذه المسترة هذه عبارة عن مادة إذن لو قسمنا هذه المسترة إلى عدة أقسام نشوف أصغر الجزء الذي لا يرى بالعين المجرد فهو الجزيئ وبدوره الجزيئ يتكون من عدة ذرات إذن طبعا الدرة هذه درة ذرات وهذه جزيئ إذن جزيئ تتكون من أكثر من ذرتين إذن نبدأ بجزيء الماء جزيء الماء وهو H2O يتكون من ذرتين هيدروجين وذرة واحدة من الأكسجين ثم لدينا هيدروكسيد السوديوم وهو الصودة الصودة طبعا تتكون وهو NaOH تتكون من ذرة واحدة من السوديوم وهي Na ذرة واحدة من الأكسجين وذرة واحدة من الهيدروجين كلور السوديوم كلور السوديوم كذلك هو NaCl يتكون من ذرة واحدة من سي من كلور وذرة واحدة من السوديوم ولدينا جزيء النشادر أو غاز النشادر وهو NH3 تكون من ذرة واحدة من النيتروجين أو من طبعا وهو الأزوت وثلث ذرات من الهيدروجين إذن يتكون من أكثر من ذرتين إذن فهو جزيء غاز الأكسجين يتكون من ذرتين أكسجين O2 غاز الهيدروجين H2 أو جزيء الهيدروجين H2 يتكون من ذرتين هيدروجين وكذلك جزيء الكلور أو غاز الكلور CL2 يتكون من ذرتين كلور وهنا لدينا غاز الميتان غاز الإيتان غاز البروبان وغاز البيتان طبعا هذه الغازات كلها تسمى بالفحوم الهيدروجينية طبعا قلتوها في السنة الثالثة إذن هذه الفحوم الهيدروجينية إذن الأولى غاز الميثان اللي هو C-H4 يتكون من ذرة كربون واحدة وأربع ذرة هيدروجين غاز الإيثان C2H6 يتكون من ذرتين كربون وست ذرة هيدروجين غاز البروبان يتكون طبعا هو C3H8 يتكون من ثلاث ذرات كربون وثمانية ذرات هيدروجين وغاز البيتان C4H10 اللي هو ربع ذرات كربون وعشر ذرات هيدروجين غاز توناء أكسيد الكربون CO2 يتكون من ذرة واحدة من الكربون وذرتين أكسيجين غاز كلور الهيدروجين يتكون من ذرة واحدة من هيدروجين وذرة واحدة من كلور HCL غاز أحادي أكسيد الكربون يتكون من ذرة واحدة من الكربون وذرة واحدة من الأكسيجين طبعا بالمناسبة غاز أحادي أكسيد الكربون هو لدركوارد طبعا في المنازل اللي هو عندما يتسرب أكسيد الكربون اللي هو عبارة عن غاز عادي من اللون وعادي من الرائحة وغاز سام جدا وهو قاتل يعني CO وغاز قاتل إذن هذا بالنسبة للرموز الكيميائية الآن لدينا بعض المصطلحات المهمة طبعا المصطلحات اللي عندنا أول حاجة طبعا عندنا الفرد الكيميائي طبعا من ضمن المصطلحات عندنا الفرد الكيميائي النوع الكيميائي والحالة الفيزيائية للأنواع الكيميائية لازم كل هذه المصطلحات طبعا لازم نتعرفوا عليها إذن رح نبدأ بالمصطلح الأول اللي هو الفرد الكيميائي ما معنى الفرد الكيميائي طبعا الفرط الكيميائي هو كل دقيقة مجهارية سواء كانت ذرة أو جزيئة مكونة للمدى يعني الفرط الكيميائي يقدر يكون ذرة يقدر يكون جزيئ نشوف بعض الأمثلة لو خليت مثلا جزيئ ثناء أكسيد الكربون طبعا هذه عبارة عن ذرة كربون وهذه ذرة أكسيجين إذن ذرة كربون واحدة وذرتين أكسيجين يشكلنا جزيئ ثناء أكسيد الكربون إذن هل هذا الجزيئ هو فرط كيميائي أم لا إذن باش نعرفوا إذا كان فرطة طبعا جزيئ ثناء أكسيد الكربون هو فرط كيميائي وكذلك هل يمكن اعتبار ذرة درة الكربون أو ذرة الأكسيجين فرط كيميائي نعم كذلك ذرة الكربون وذرة الأكسيجين كل واحدة على حدة هي فرد يمكن يعتبارها فرد كيميائي ولكن لو خذينا مثلا مجموعة متماثلة من جزيئات ثناء أكسيد الكربون يعني عندي عدة جزيئات متماثلة من ثناء أكسيد الكربون هل يمكن اعتبار هذه الجزيئات المتماثلة كفرد كيميائي أو لا إذن طبعا هنا لا يمكن اعتبار هذه الجزيئات المتماثلة فرد كيميائي وإنما نعتبرها نوع كيميائي لماذا؟ لأن النوع الكيميائي يتكون هو أو هو عبارة عن مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة يعني نعتبر هذا فرد هذا فرد وهذه فرد وهذه فرد مجموعة من الأفراد الكيميائية تشكل لنا نوع كيميائي إذن هذا لا يمكن اعتباره فرد كيميائي وإنما هو نوع كيميائي كذلك لو خذينا مثلا جزيئ الماء طبعا جزيئ الماء يتكون من ذرة واحدة من الأكسيجين وذرتين هيدروجين إذن يمكن اعتبار جزيئ الماء فرد كيميائي ويمكن اعتبار درة الأكسيجين فرد كيميائي يمكن اعتبار درة الهيدروجين كذلك فرد كيميائي ولكن لا يمكن اعتبارها أو نعم اعتبار جزيئ الماء نوع كيميائي لماذا؟ لأن النوع الكيميائي كنا هو مجموعة من الأفراد الكيميائية يعني مثل هذه مثلا مجموعة متماثلة من جزيئات الماء يعني الجزيئة الأول مع الجزيئة الثانية الجزيئة الثالث والرابع يشكل لنا نوع كيميائي إذن مجموعة متماثلة من الأفراد الكيميائية تشكل لنا نوع كيميائي طبعا ممكن أن يطرح سؤال من طرف أي تلميذ يقول لك كيف علينا أن نفرق بين الفرد الكيميائي والنوع الكيميائي يعني كيفاش نعرف بلي هذا نوع كيميائي ولا فرد كيميائي طبعا لو شفنا مثلا درة الكربون هل يمكن ملامسة درة الكربون هل يمكن أن نراها بالعين المجردة طبعا لا لا يمكن ملامستها ولا يمكن أن نراها بالعين المجردة كذلك لو شفنا مثلا هذا المجموعة مجموعة متماثلة من ذرة الكربون طبعا ممكن أن تسألوني تقولوا هذا كذلك هذا المجموعة من جزيئات لا يمكن ملمستها وطبعا ولا يمكن أن نراها بالهين مجرد ولكن هذا كله يشكل لنا غاز تنائي أكسيد الكربون إذن غاز تنائي أكسيد الكربون يمكن أن نجمعه في قارورة يعني ممكن أن نحس به مثلا أعطيكم مثال مثلا شخص نضعه في غرفة ضيقة يعني غرفة صغيرة ما فيهاش مثلا ما فيهاش نوافذ ما فيهاش الباب يعني لا توجد باب لا توجد نافذة طبعا هذه الغرفة تحتوي على كمية من الأكسجين عندما طبعا يستنشق ذلك الشخص يستنشق الأكسجين عندما ينتهي هذا الأكسجين تصبح الغرفة طبعا نحن نعلم أن الإنسان يطرح ثاني أكسيد الكربون يعني هذه الغرفة بعد مدة زمنية معينة تصبح تحتوي على غاز تنائي أكسيد الكربون فقط لذلك الإنسان رح يحس به يعني موجود غاز ثنائي أكسيد الكربون وهذا يؤدي به إلى الإختناق يعني ممكن يؤدي به إلى الموت إذا لم نفتح له يعني الباب إذن لذلك في هذا الغاز وهو مجموعة متماثلة من جزيئات ثنائي أكسيد الكربون نحس به يعني نعرف أنه هناك غاز يؤدي مثلا إلى الإختناق مثلا إذن هنا يمكن طبعا أن نعتبره نوع كيميائي معندها قلنا النوع الكيميائي مجموعة من الأفراد كيميائية المتماثلة ولكن يمكن أن نضيف أيضا أن النوع الكيميائي يمكن للإنسان إما أن يراه أو أن يحس به إذن مثلا لو خذنا جزيء الماء جزيء الماء هذا الجزيء هل يمكن أن نلمسه يعني هل يمكن منامسته هل يمكن أن نراه بالعين مجرد طبعا لا يمكن أن نراه ولا يمكن أن نلمسه إذن هذا ليس نوع كيميائي هو فرد كيميائي لذلك يمكن أن نقول أن الفرد الكيميائي لا يمكن للإنسان رؤيته بالعين المجرد ولذلك يستعمل في المستوى المجهري فقط يعني لازم نستعمل المجهر باش نشوفه هذا جزيء الماء ولكن لو خذينا مجموعة متماثلة من جزيء الماء طبعا هو شكنا؟ شكنا الماء الماء الذي نشربه الماء الذي طبعا نستعمله في حياتنا اليومية إذن هل يمكن ملامسة هذا الماء؟ طبعا يمكن ملامسته يمكن ملامسته ويمكن رؤيته بالعين المجرد إذن بما أننا يمكن ملامسته ويمكن رؤيته بالعين المجرد إذن فهو طبعا نوع كيميائي إذن الاستنتاج الذي يمكن أن نستنتجه هو أن الفرد الكيميائي لا يمكن للإنسان رؤيته بالعين المجرد لذلك يستعمل في المستوى المجهري ما عندها؟ نشوفه فقط بالمجهر أما النوع الكيميائي فيمكن للإنسان رؤيته بالعين المجرد لذلك يستعمل في المستوى العياني إذن هذا هو الفرق بين الفرد الكيميائي والنوع الكيميائي الآن روح نشوفه المصطلح الثالث وهو الحالة الفيزيائية للأنواع الكيميائية طبعا إحنا لما روح نكتبه معادلة كيميائية خاصة طبعا في الشهادة دائما دائما معادلة كيميائية تكون دائما مرفوقة بالحالة الفيزيائية ماذا نعني بالحالة الفيزيائية؟ الحالة الفيزيائية روح نشوفه عندنا أربع حالات يعني ممكن تكون الحالة الصلبة يعني الحالة الصلبة تكون حالة صلبة مثلا هذه في حالتها الصلبة إذا الحالة الصلبة اللي هي نرمز لها بالرمز S يعني تحت المعادلة الكيميائية الجسم طبعاً اللي رأيه في الحالة الصلبة أو الرمز نكتب مثلاً AL أليمنيوم نكتبه تحته S صوليد معناتها صوليد هناك حالة سائلة الحالة السائلة مثل مثلاً الماء معناتها ليكيد إذن نكتبه تحت H2O الماء اللي هو H2O تحته نكتبه L اللي هو ليكيد الحالة الغازية معناتها غاز بالفرنسية مثل غاز الأكسيجين مثلاً إذا شفنا في معادلة كيميائية مكتوب O2 إذن تحت O2 لازم نكتبه غاز باش نبينه الحالة الفيزيائية لهذه المادة ومحلول مائي مثلاً عندنا جسم منحلف الماء يشكلنا محلول مائي إذن نرمز له بالرمز AQ معناتها إذن له محلول مائي إذن حذاري الحالة الفيزيائية يجب أن تكون كل معادلة كيميائية مرفوقة بحالة الفيزيائية إذن هنا الدرس تهليوم طبعاً ليس درس وإنما مراجعة إذن رجعنا فقط يعني بعض الرمز كيميائية وبعض المصطلحات المهمة ولكن لم تنتهي بعد المراجعة فما زال طبعاً نشوف كيفية موازنة المعادلات طبعاً موازنة المعادلات رهي مهمة جداً نحكم تسحقها بزف في هذه السنة سنة رابعة إذن في الحصة المقبلة إن شاء الله رح نكمل هذه الحصة المراجعة إن شاء الله تكونوا فهمتوا المراجعة اليوم إذن إلى حصة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم